بعد انقضاء الجولة الاولى من الدور الوطني الممتاز والتي عرفت غزارة في الاهداف تتجه انظار عشاق الساحرة المستدرة الى مطلع الاسبوع القادم وما تحمله الجولة الثانية من لقاءات حيث يرحل بطل الدور الى الجنوب ليحل ضيفا على نادي جمال سطارة في مباراة لن تكون بالسهلة نظرا الى ان اصحاب الارض خسروا ثلاثة نقاط في اول مباراة لهم امام اسني في حين يطمح بطل الكأس الوطني زمزم الى العودة الى سكة الانتصارات من بوابة نادي الشمال الكدياء المنتشي اخيرا بفوزه على نادي تجججاء ابناء المدرب سنيدر بعد الهزيمة القاسية التي تلقوها من الكونكارد وبسبعية نظيفة لن تكون مهمتهم بالسهلة حين يستضيف نادي العصاب الصعب المراس والذي اذبت جدارته ومكانته بين اندية الصفوة في اول ظهور له وصيف الدور الوطني وعميد اندية العاصمة الكسر في اول مباراة له سيرحله والاخر الى الجنوب لمقارعة نادي سبورتينغ ترارز الذي سيحاول نفض غبار هزيمته من نادي تفرغ زيناء وبذلاذية نظيفة اما ابناء شيخ المدربين بيراما جايس نيم في جعبتهم ثلاثة نقاط بعد الفوز على جمل سطارة في العاصمة الاقتصادية وذبو سيستقبلون الوافد الجديد للدور نادي موديران كيهيدي واملهم السير على خطى مباراتهم الاولى واخيرا نادي تجججا الذي سيحاول حفظ ماء وجهه ومصالحة جماهيره بالفوز على نادي الجيش الوطني المنتشي هو الاخر بفوزه الاخير على بطل الكأس الوطنية